نشرت دارة شبيبة القبائل بياناً مساء الأربعاء ردت من خلاله على البيان الذي أصدرته مؤخراً لاتحادية الجزائرية لكرة القدم وهو البيان الذي جاء ليعوض الندوة الصحفية التي كان من المفروض أن يعقدها رئيس القبائل محان شريف حناشي صباحة الأربعاء غير أن سفره للعاصمة الفرنسية باريس لأسباب صحية حال دون ذلك ووصفت دارة شبيبة القبائل بيان الفاف الأخير بالجبان وأن مكانه في سلة المهملات وأن هذه الهيئة تريد التفرق بين أبناء الشعب الواحد من خلال إرغام أنصار الشبيبة على إظهار بطاقات هويتهم وأضف بيان الكاناري الذي لم يحمل توقيع الرئيس حناشي والحمل لختم شركة ذات الأسهم لشبيبة القبائل أن الاتحادية الجزائرية للعبة أقحمت نفسها في أمور لا تعنيها عندما فتحت النار على حناشي بيان نادي جرجورة أكد أيضاً أن الفريق القبائلي من حقه لعب مباراة ودية ممز مالك المصري لتحسين العلاقات بين الشعبين الجزائري والمصري إدارة الشبيبة أشرت في بيانها إلى قضية دابو وأكدت أن الشبيبة طالبت في قضية اللاعب المالي الفاف بتسهيل عملية تحويل الأموال فقط لللاعب بتاريخ 25 نوفمبر من عام 2013 لتفادي أي إشكال وبخصوص مراسلة دارة الكاناري للكاف بشأن قضية مقتل لاعب الكاميروني أل باغي بوسي أكد بيان الشبيبة أنه كان من باب تقديم التعازي لرئيس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم عيسى حياتو بيان مثل هذا من شأنها نوتر العلاقة أكثر بين روراوة وحناشي في الوقت الذي تسعى فيه عدة أطراف لإخماد نيران الفتنة